بك الصراح على هذا السؤال لأنه يمثل جهور النادي الجيش خصوصاً تساؤلات لماذا المدرب يعني يغير كل مرة على تشكيله باتباعة الحال لابد نذكر اللي النادي الجيش تغير عدة لعبين والمدرب هذه الفترة فيها عدة مباراة ووقت التحذير والتعرف على خصال اللاعبين قصير وقصير جداً هناك مباراة نحاول نعطي فرصة لكل اللاعبين باش منظم حتى لعب وما يمكنني باش نتعرف على مؤهلات كلها وبعد يعني كما اقوله بالدرجة الخلطة متاع اللاعبين تقدر تحدد نهائياً ما هي النهج التكتيكي او الاسروب التكتيكي اللي يتعامل به وهذه مشكلة عنا في الفرق العربية صراحةً يعني المفروض مدرب لما يأتي للفريق يكون الفريق جاهز وعنده افكاره ويعرف مؤهلات كل اللاعبين احنا داخلين تقريباً في ستة وسبعة مبارايات وما زلنا نجرب باش نعرف علاش لانه اللاعبين يجيون متأخرين نوعيوه موش جاهز من بداية الموسم ماكش عارش كون يوقعت مايقادش ماعندكش تواجه تكتيكي فلابد للمدرب باش يتعرف على الخصال ويجرب اماو الاسلوب التكتيكي اللي يتماشى فهذا اللي ماشى في نفس الوقت مشكلتي الكبيرة اني انا مطالب النتائج وعندي مباراة متسارعة وفي نساق متسارعة ما خليش وقت ربما هذا مهمش فريق متوجه للواح فانا متفاهم لكن اشتغل بمنهجية اعرف روح عن احساس بالمسئولية باش نعملوا نتائج لكن في نفس الوقت لابد باش نجهز فريق على الصعيد التكتيكي نتماشى وخصال اللاعبين المتوجدي باريش المنع